كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة جدا روعة محبين الشروبة والسوب بتاعقبكم هذه الوصفة طبعا اليوم عملت لكم شروبة روعة كنت اشربها في مطعم طبعا هذه شروبة المطعم بس ما كنت اعرف كيف يعني يعملوها كنت احاول اني اعرف النكهات وكده بس ولا ضبطت معايا لي خمس سنين واني ابحثت عليها والان طبعا لقيت الوصفة وعملت وما شاء الله طلعت نفس الشي واحلى كمان طبعا اني زوجي كان متحداني يعني اني اعمل هذه الطريقة حق الشروبة تخيلوا لي خمس سنين وهو متحديني واني مكاني مستمرة اني اعرفها وكل مرة يعني تطلع معايا شكل طبعا البعض بيستغرب من المكونين المضافين بس هي مكونين وبعضهم يعملوها ثلاث مكونات هي فيها روبيان وفيها صدور الدقاج والبعض يعمل اللحمة يعني لحمة العقل او اللحمة البقرية زي ما نسميه طبعا اول شي تقطعوه اذا كان الروبيان كبير بتفصلوه من النصفين بتقطعوه نصفين وتقطعوه بشكل مكعبات بس سميكة شوية وصدور الدقاج نفس الشي يتقطعوه كده مكعبات صغيرة عشان يستوي بسرعة معاكم نفس ستواء الربيان لانه كله بينضاف مع بعض وهدي مقادرنا جدا سهلة عندي الربيان والدقاج وعندي بصل اخضر وعندي قزر طبعا شوفوه كيف مقطعين كله صغير وعندي مشروم طبعا هو يفضل المشروم الطازق بس اني ما عنديش عندي مشروم معلب وعندي صوية سوس وعندي المحار اللي هو الايوستر سوس تمام وفلفل اسود وكمان عندي النشاة طبعا النشاة بعمل اربع ملاعق نشاة كبيرة مع اربع ملاعق ماء بحرارة الغرفة تمام تدوبوه تمام مع بعض لازم كل المقادر تقهزوها علشان يتسهل معاكم الطبخ خلاص مع التقلسوش يعني تستنوا هنا عندي كمان بيضة لاستغربوش ايوه فيها بيضة وهي كانت الشي اللي كان يعني ما اكتشفتوش يعني الا بعدين قهز شوفو كل المقادر وان ننتقل للغاز عندي هنا قدر وبضيف له ملاعقتين كبيرة من الزيت او الدست نحن نسميه في عدن وخليه يسخن تماما بعد كده انزل بالدقاق اضيف الدقاق اللي قطعتوه كده بشكل مكعبات على نار عالية شغلي يكون كله على نار عالية لانه لازم الدقاق منزلش السوائل اللي فيه اذا نزل السوائل اللي فيه بيقع ناشف اول ميتغير لون الدقاق بنزل بالربيان بضيف الربيان كله على نار عالية كمان الربيان منشلش نزل ماء وبضيف كمان المشروم اللي قلتكم اني استخدمته المشروم او الفطر المعلب تمام وانتم استخدموه الطازج اذا متوفر يكون احسن وافضل بالطعم والنكهة وكمان هنا عندي ملعقتين كبيرة من الوستر سوس او اللي هي سلصة المحار ملعقتين كبيرة وهي صراحة هي اللي تعطي الطعم الحلوي يعني له او يدخليه نفس طعم الشربة اللي دقته في المطعم بعد كده كده احمصه شوية لان بضيف مكعب مراقة الدقاج ممكن تضيفه المكعب او البودر تمام ملعقة وكمان عندي رشة من الفلفل الاسود انا استخدمت الفرش يعني يعطيها طعم حلو والان خلاص كده قلبتهم تمام باضيف لتر من الماء اني اضفت لتر من الماء او ممكن تضيفه لتر من المرقة بس يفضل لتر من الماء واضيف كمان ملعقة صغيرة ملح وكمان اضيف سكر ملعقة صغيرة سكر وكمان بنزل بالجزر المفروم ناعم ممكن قزر تخلوه اخر شي بس اني احبه شوية يطر القزر تمام وبعد كده اخلي كده يغلي شوية والان بضيف النشا مع التقليب بضيف نص كمية النشا تقريبا اني معايا ربع كوب نشا مدوب بالماء تمام يعني كل الكمية ربع كوب بضيف نصة وبقلبها كده تمام واشوف كده قوامه بدا يتقل خلاص ممكن بعدين اضيف الباقي النشا لتضفونج دفعه وحده الان شوفوا كيف خليته كده تغلي والنشا كده حسيته بدا يتقل خلاص الان بضيف البيضة لا تستغربوش كيف ما نضيف البيضة وطو النار او طحاقة الان النار تكون هادئة كده علي شمعة النار يعني تكون واطئة يخفوقوا البيض تمام لازم البيض يكون مخفوق تمام عشان ميتقطعش معاكم اني حططوه بالملعقة عشان نسهل علي اوزعه توزعه بشكل دائري اول ما تكملوا توزيعه رفعوا النار شوفوا رفعت الان النار اول ما يطوفوا البيض يطلع لفوق البيض شوفوا رفعت النار خاص ابداوا قلبوها اني رفعت النار اول ما حطيت البيض خلاص حطيته بدت ارفع النار وعادي شوفوا كيف يطلع كده شكله لا تخافوش هو كده تطلع مثل القطع هاد القطع اني ما عرفش اش هي كنت اكل الحلة بس مش عارفة اني كانت بيض بصراحة الان خلاص ضفت النشا الباقي المتبقي معايا والنشا هو اللي يتحكم بقوام الشربة اذا انتم تحبون النار خفيفة او تقيلة اخر شي الان بضيف للملعقة كبيرة من الصويا سوس المعتدلة او الحلوة هم يسموها صويا سوس غامقة تمام بس هي حلوة ايا معتدلة وكمان اخر شي تضوفوا البصر للاخضر خلوها بس غلوة تغليل تلات دقائق دقيقتين وخلاص تصير الشربة الان استود جاهزة من الد الشربات او السوب اللي بتاكلوها تقدروا تقدموها اذا عندكم ضيافة غدا او عشاء وكمان في رمضان الله يبلغنا اياه لا فاقدين ولا مفقودين طبعا هنا كانت الكاميرا شغالة واني مش عارفة انه التصوير طبعا شوفوا بعد التصوير عدلت عدلت ضفت ملح يعني اني ناسبني انه ملح زيادة شوية ناقص وكمان شفت شوية اشتهاء اثقل زوت ملعقة نشا حطت ملعقة نشا وملعقة ماء وضفت كمان يعني عشان قوامة فانتم زي ما تحبوا الملح والنشا القوام بتتحكموه انتم بتتحبوه انها تقيلة او خفيفة والله والشربة من قلد شربات وكمان احسن من مليون مرة من المطعم وكمان تشبعوا ما شاء الله شربنا كل واحد من مطابتين شربة وبالمطعم تخيلوا يعطون احنا كده كمية صغيرة يمكن ربع كوب انتم عارفين نسوب طبعا انا قلت لزوقي اش تحب تشرب يعني بالفخار ولا يعني ولا بتشرب بهادي الاكواب كده قليلا يشتي بالاكواب هو اللي اختار يعني كده بس نوع من انواع التقديم فهمتوا كيف لكن اشتهدقوني اشتكم تقربوا مرات نحنا ما نعمل شوفوا باكلنا ما نعمل شربات ما نعمل صلاطات يعني بس لما نروح للمطعم لا لازم نطلب شربة ونطلب صلاطة والطبق بعدين الرئيسي بعدين نحلي لا نحنا كمان نشتن سوي هذا الشي ببيوتنا مش بس بالمطاعم لا لازم تتنوع مرة شربة عدس مرقة نحنا اللي يمنيين نحب المرق هدي قدنا نحواء نوعه مش لازم يعني حلو الواحد يكون في سفرته في مرق في سلطة بعدين الطبق يعني الواحد يقيل الطبق الرئيسي قدو شبعان شوية ويكون في توازن في اكله شفتو زوقي كيف انا حطت لكو بالشربة حقه وهديكو بالشربة حقي واقاي شرب من الشربة تبعي الان شفت واني منتقل لكم الفيديو هذا لازم يتحاسب عليها كيف كده شرب من الشربة حقي وبس والله تعصر عليها كده عصره ليمون صدقوني احلب كتير من اللي اشربه بالمطعم يعني خلاص بلاش اني اروح ذاك المطعم بلاش اني اطلب الشربة خلاص والله وقلد كمان اعملته وبس والله اني حبيت انكم تقربوها شربة قديدة انها تدمجو بين الدقاق والربيان حلوة مع بعض صدقوني حلوة بالعافية اليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم وابدا لا تنسوش تشاركو الفيديو مع صحاب الحافة